نادي الاهلي النهاردة الفاس بأقل مجهود وبسهولة على امبي ومباراة محسومة من أول دقيقة النادي الاهلي كان مسيطرا على المباراة بأكملها لا وجودة لفريق امبي اللي اعتمد على طريقة هي مش طريقة دفعية هو انت تلعب جوة 18 وما تخرجش منه دي تقريبا كانت تعلمات تامر مصطفى سيطر النادي الاهلي سيطرة كاملة على مجريات المباراة من أول ثلاث دقيقة حسين الشاحات سدد تسديدة من أفضل التسديدات في المباراة ارتطمت بالقائم النادي الاهلي لو مدست مركز شوية كان ممكن يجيب جنين ثلاثة النهاردة بسهولة النادي الاهلي كان ممكن يكسب بفارق كبير جدا من الاهدام من الشوط الأول يعني ضربة الجزاء اللي حصل عليها أليو ديانج في الشوط الأول واللي سددها علي معلول وسجلها واللي خرج بيها النادي الاهلي في الشوط الأول فائزا أو متقدما بهدف مقابل لشيء أمامه أهضر النادي الاهلي العديد من الفرص السهلة جدا جدا أمام مرمى امبي امبي يمكن يكون ما كانش لي أي تواجد هجومي خلال المباراة ده سهل بشكل كبير على النادي الاهلي مهمته في الشوط تاني كمان كانت المباراة زي ما بقولك هي من طرف واحد هو فريق النادي الاهلي في أمرين طبعا ده النادي الاهلي وإمكانيات لعبيه وفي نفس الوقت الطريقة اللعب اللي بيلعب بيها كولر لكن في نفس الوقت في فرق بتلعب قدام الفرق الكبيرة الاهلي أو الزمالك بيبقى عندها شخصية بتظهر شخصيتها اللعبين بيكونوا عايزين يقدموا نفسهم في المباراة الكبيرة قدام الاهلي أو قدام الزمالك فبالتالي ما بيتنسوش لكن النهاردة لعيبة امبي هم مش موجودين خسرانين المباراة بالبلدي كده من قبل أو من أول دقيقة في اللقاء بعدين كل البعد يعني أنا أكاد أكون إن لو لو النهاردة النادي الاهلي في تركيز من لعبيه المباراة تخلص 6-0 مثلا أو بسهولة جدا فبالتالي النادي الاهلي حسم مباراة سهلة بأقل مجهود ويوري لك ده الهدف اللي سجله إمام عشور إمام عشور تلاعب بسهولة استلم الكرة داخل منطقة الجزاء ويقدر إن هو يدخل في عرف كرة القدم إن اللاعب بيستلم كرة داخل منطقة الجزاء وما بيلاقيش ضغط من المدافعين فهي بتكون مباراة بالنسبة له سهلة كأنها تأسيمة بالضبط فبالتالي وده فارق كبير جدا في الإمكانيات والطموحات والخبرات طبعا لصالح النادي الاهلي في المقابل فريق امبي بيواصل طبعا حالة التزبزب اللي موجود عليها خلال الفترة الاخيرة رغم إن تامر مصطفى مدير فني مميز جدا ومن المدربين الواعدين لكن مباراة النهاردة لم يظهر لا تامر مصطفى المدير الفني المميز لإمبي ولا لعبيه وبالتالي المباراة كانت أسهل من السهولة للنادي الاهلي اللي استغلها وبالتالي قدر إن هو يفوز بسلاسية مستحقة للنادي الاهلي